شاواتوتي تعالوا نشوف النهاردة نكمل الوحدة الرابعة التي تتكلم عن كي لفوروفاي أي عمل تعمل بيقول ريسبوندي تو يعني جاوب انت يعني انت بتشتغل يعني انت تعمل او ستودي او انت بتدرس كل واحد فينا هيبدأ يشوف الاسئلة اللي انا هقرهها وترجمها معاك ويجاوب هل هو بيشتغل فهيجاوب على الاسئلة الخاصة بالشغل ولا بيدرس فهيجاوب على الاسئلة الخاصة بالدروسة زي ما انتو شايفين قدامكم دو تابل يعني جدولين الاول بيقول لفورو يعني العمل وستوديو الدروسة لو انت بتشتغل هتخليك مركز في الاسئلة اللي هقولها الخاصة بالشغل دلوقتي اللي هي اول سؤال كي لفوروفاي اي عمل تعمل انا لو هتكلم عن نفسي هقول ايو فاتشو لينسينيانتي دي تاليانو يعني انا اعمل ايو فاتشو انسينيانتي مدرسة ايطاليانو ايطالي تمام؟ نكمل السؤال التاني بتاعي الشغل دوفي لفوري؟ دوفي يعني اينا لفوري تعمل؟ اينا تعمل؟ دوفي لفوري؟ هقول ايو لفورو انا اعمل اسكوالا دون بوسكو في مات دون بوسكو او برسو الاستيطوتو دون بوسكو اللي تنزح طيب السؤال التالت بيقول كاوراريو فاي يعني اي موعد تعمل؟ موعد عملك ايه؟ فهقول لفورو توتي جورني كل الايام تراني فينردي اي دومينيكا يعني بشتغل كل الايام بعد اليوم الجمعة فينردي اي دومينيكا الحد ضلي من قطو من الساعة تمانية للساعة تلاتة ونص طيب السؤال اللي بعد كده بيقول كوانتي جورني على ستي مانا لفوري؟ يعني كم عدد الايام في الاسبوع بتعمل شغال كم يوم في الاسبوع؟ هقول ايو لفورو تشينكو جورني الله ستي مانا يعني انا اعمل خمس ايام في الاسبوع تمام؟ طيب نشوف السؤال اللي بعد كده الخاص باللافورو بالشغل بيقول تي بياتش لتو لفورو؟ تي بياتش يعني يعجبك او بتحب ايو لفورو الشغل بتاعك؟ فهارد اقول سي مي بياتش الميو لفورو او مي بياتش يعني بحب الميو لفورو الشغل بتاعي انا جاوبت على اللفورو لاني انا بشتغل لكن لو انت طالب او بتدرست على اقول معاك الاسئلة وابدأ انت جاوب عليها ولو انت برضو بتشتغل جاوب انت على الاسئلة دي بس بشغلك انت بمواعيدك انت تمام؟ طعا نشوف اسئلة الستودي الدراسة زي ما انتو شايفين هي نفس اسئلة الشغل بس هنسأل على الدراسة كي كوزا ستودي يعني ماذا تدرس؟ كي كوزا ستودي بتدرس ايه؟ تمام؟ الهندسة، الطب، اللاميديتشين، ستوديو لاميديتشين، الانجينيورية وهكذا او بدرس في المدرسة الفلانية طيب دافي ستودي اين تدرس هتكتب اسم المكان اللي انت بتدرس فيه سواء كورس او اسم المدرسة او الجامعة اي مواعد عملك الدراسية طبعا هنا مقصود بيها اللي انت بتشتغلها وبتعملها خلال الاسبوع هتكتب مواعيدك انت بتدرس من كذا لكذا زي ما احنا جاوبنا على السؤال العمل بالزبز تقول لبعد كده كوانتي جورني الاستي مانا ستودي يعني انت بتدرس كم يوم في الاسبوع كل واحد برضو هيكتب هيقولي استوديو بادرس ويكتب عدد الايام في الاسبوع اللي هو بيدرسها السؤال اللي بعد كده تبياتش استودياري انت بتحب تدرس تبياتش استودياري وكل واحد يقول او مبياتش استودياري او لا نم مبياتش استودياري بس كده عملوا التمرين ده لوحدكم وتعلموا اسئلة جديدة وجمل جديدة تقدروا تستخدموها لما تكونوا بتتكلموا مع حد عن الشغل او عن الدراسة بتاعتكو هيفرق معاكو كتير جدا لان انتو بمعنى اصح لو خدتوا الاسئلة اللي انتو جاوبتوها دي اجابات بتاعتكو الجمل اللي انتو كتبتوها في الاجابة دي وحطتوها جنب بعض هتلاقيوكو عملتو ارجومنتو موضوع كده على بعض خاص بالتفاصيل اللي تخص شغلك او دراستك فهتلاقي نفسك عرفت تتكلم في موضوع معين بكل بساطة اعملوه اكتبولي في الكومنتات ولو عندكو اي سبسار تاني وانتظروني الحلقة الجاية معاكم بصور البحيري اللا بروسي ما تشاو تشاو